يأخذون أموال المقاتدين ظلماً وعدواناً ما الذي تغير بين الشركاء العملية السياسية في العراق حتى بدأوا يلقون الحجر في بركة الفساد الراكدة فتحول الشركاء إلى فرقاء جمعتهم المصلحة الشخصية وفرقتهم المصلحة الشخصية أيضاً هجوم جديد يشنه حيدر العبادي على قيادات في ميليشيا الحشد ويكشف المستورة عن فساد مالي متفش في هيكلية الحشد فضائح الفساد هذه ينقلها العبادي عن لسان المسؤول المالي لميليشيا الحشد قاسم الزبيدي الذي قتل قبل عدة أيام ميليشيات الحشد التي باتت الرقم الصعب الذي لا يمكن لبعض الساسة تجاوزه في لعبة الانتخابات المقبلة حيث قدمت الميليشيا أكثر من 500 مرشح بحسب مجلة ميدل إيست آي البريطانية وربما صار مرشح ميليشيا الحشد يؤرقون العبادي نفسه ففتح النار عليهم متهماً إياهم بالفساد والسرقة في خطاب دغدغ فيه مشاعر المقاتلين وغلفه بشعار الحرص عليهم عن أولئك الذين يتجاوزون عن المال العام ويتجاوزون على رواتف المقاتلين يصوم منها يأخذون الأموال والزعاء كيفما شاءوا نبرة العبادي العالية ضد مسؤولين بالحشد تفسر ما ذكرته صحيفة العرب اللندنية حول سعي إيران إلى إقصاء العبادي واستبداله بمرشحين ذوي تبعية عسكرية لها باستطاعتهم تأمين مصالحها وترسيخ قدمها أكثر من الساسة السابقين ومنهم العبادي وترجع الصحيفة المسلكة الإيرانية الجديد إلى احتدام صراع النفوذ بين واشنطن وطهران وخوف الأخيرة من تصدير الولايات المتحدة ساسة تابعين لها للمشهد السياسي القادم في العراق بدورها وكالة الأسوشييتد بريس الأمريكية أشارت إلى اعتماد إيران على مرشحي الحشد بشكل كلي في تعزيز نفوذها أمام تيارات باتت تميل إلى موالاة أمريكا يدن موعد الانتخابات شيئا فشيئا ومعه يتفسق عقد المصالح والمنافع الشخصية بين الشركاء والمواءمة السابقة تحولت إلى صراع دخلت البندقية لحسمه في كثير من الأحيان